نسيم اسماعيل غالب أم لخمسة أولاد يقطنون قرية الرحبة بتعز قبل أن تجبرهم مليشي الحوثي على الخروج من منزلهم قامت بتلغيم محيط القرية لثنال نسيم وأخوها عبدالله حتفهم أثناء نزوحهم من القرية وبينما فكرت نسيم بالفرار بالروح والكرامة دفعت الأولى ثمنا للثانية تركة خمسة ايتام للمجهول بعد نزوح أهالي قرى الكدحة وعكاد منذ بدء المواجهات قبل أسابيع هجر مؤخرا أهالي قرى الرحبة والعفيرة والمكازمة والحصبار ولم تسمح لهم المليشي حتى بأخذ أغراض من بيوتهم تعينهم على افتراش الأرض والتقاء حر السماء نفذ هؤلاء بجلودهم لكنهم لم يتجاوزوا مرحلة الخطر كما كانوا يتوقعون اتعرضت حافلة تقل نازحين لانفجار لغم بها ما أسفر عن مقتل سائق الحافلة وإصابة خمس نساء وطفلين تعرض المليشي لأبناء تعز خيارات الموت المتعددة تخيرهم بين الموت والإعاقة والإصابة أو انعدام سبل الحياة التي لا تقل وقعا عن الخيارات السابقة مدني تعز بين القصف العشوائي والتهجير القسري من جهة وخذلان السلطة المحلية من جهة أخرى إذ قال مصدر المحلي لبلقيس إن سلطة المحلية لم تحرك ساكنا إذا ما يحدث لم يفتح المدارس أو ينظم أي مخيمات إيوائية للمهجرين قسرا المنظمات الدولية هي الأخرى لا تفضل أن ترى تعز لا من باب الإغاثة الإنسانية وإيواء النازحين الذين بلغوا الآلاف ولا من باب التقارير الحقوقية التي تنصفهم من القتلة وزارع الألغام الضحية هؤلاء المدنيون الذين تذوي أناتهم بين جدران أربعة دون صدا ولا مغيث